عندي اعلان صغير كده الاحباء اللي بيحجزوا الكنيسة بقت بالحجز يا جدعان مش عارف امتها مفضلك لو ما تحجزش احتياطي يعني لو لو انت حجزت وبعدين لقيت نفسك مش هتقدر تيجي اعتذر لانك انت واخد مكان حد تاني واضح ان الكنيسة النهاردة متستفى لكن ايا كان راعي الحكاية دي تانية ان في ناس قومة بتحضر الاجتماع بتروح طلعة برة تحجز على الريسيبشن يعني تحجز الاسبوع اللي جاي لأ ممنوع الحجز على الريسيبشن الحجز دايما بالايه بالتليفون واضح عشان ندي فرصة ولو اللي جاه هو اللي حجز لمرة الجاية هتبقى يعني احنا قطعنا على الناس اللي ما قدرتش تيجي فانا بدلغت الريسيبشن محدش يروح يزعل منهم الحجز بالتليفون ماشي عشان ندي فرص متكافأة لكل أحباءنا انهم يقدروا يحضروا ويتناولوا معا من جسد الرب ومن دمه عايز اقرى معكم جزء استوقفني بشدة وانا بقرأه يمكن عد علي مرات كتيرة قبل كده وانا بقرأ عدة مرات لكن المرات دي وجدت فيه ما لم اجده من قبل الحقيقة حسيت بالغنى وروعت ما كتبه الوحي على لسان بولس في سطور قليلة مثالة بولس الرسول الى تلميذي بداية من عدد 12 وانا اشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني انه حسبني امينا اذ جعلني للخدمة انا الذي كنت قبلا مجدفا مضطهضا مفتريا ولكنني رحمت لاني فعلت بجاهي في عدم ايمان وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الايمان والمحبة التي في المسيح يسوع صادقة هي الكلمة ومستحقة ومستحقة كل كبول ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاء الذين اولهم انا لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح فيي انا اولا كل انا مثالا للعتيدين ان يؤمنوا به للحياة الابدية وملك الدهور الذي لافنا ولا يرى الاله الحكيم وحد وله الكرامة والمجد الى دهر الدهور امين اقرأ ايضا تسنية سفر التسنية واصحاح اتنين وتلاتين اقرأ اعداد قليلة تسنية اتنين وتلاتين وحقر عدد الاول اربعة خليني اقرأ من اول عدد واحد انصت يا اياتي والسماوات فاتكلم ولتسمع الارض اقوال فمي يهطل كالمطر تعليمي يهطل كالندى كلامي كالطل على الكلة وكالوابل على العشب ان باسم الرب انادي اعطوا عظمة لالهنا هو الصخر الكامل صنيعه ان جبيع سبله عدل اله امانة لا جور فيه صديق وعادل هو عدد عشرين النقيد عرم تسعة عشر فرأ الرب ورذل من الغيز بنيه وبناته وقال احجب وجهي عنهم وانظر ماذا تكون اخرتهم ليه رب انهم جيل متقلب اولاد لا امانة فيهم امين تحدثت المرة الماضية عن علاقة رائعة بين المحبة وبين المعرفة وبين الحق وتكلمت ازاي ان تزداد محبتكم في المعرفة وفي كل فهم العلاقة الوسيقة بين ان نعرف وان نحب المحبة هي الفلتر هي المضارة اللي من خلالها بميز الحق ومعرفتي للحق بتزيد محبتي علاقة وثيقة بين الحقتين دول ما تاخدش واحدة من غير التانية وقلت ان في علاقة وثيقة بين المعرفة وبين الامان لانه الامان بالخبر والخبر بكلمة الله انا حؤمن بحد ما اسمعتش عنه ازاي انا حؤمن بحاجة ما عرفهاش ازاي فهناك علاقة وثيقة بين المعرفة وبين الامان فالمعرفة مرتبطة ارتباطا وثيقا بين المحبة وبين الامان شرحت الحكاية دي المرة اللي فاتت وخدت خدمتين وانا بعبر عن الحكاية دي دي النهاردة عايزة اقف عند مفتاح يمكن اتكلمت وسجلت في مدرسة المسيح عن صفة الامانة في ربنا لكن اول مرة تستوقفني العبارة دي حاسبني امينا حاسبني امينا وكأن الكلمة دي اجابة لأسئلة كتيرة كانت عندي وعندي ناس كتيرة ايه معنى ايه معنى ايه معنى شاول الترسوسي تعمل معاه كده انت عندك خيار وفاقوس قلنا دور الفات ليس عند الرب محباه وما عندهش خيار وفاقوس فاكرين الفاقوس هو ايه القتة فيه ناس بك هتحضر معنا براو عليك القتة فربنا لا يميز ليس عنده محباه بس شاول الترسوسي بيبان كأن الله عنده محباه لكن بولس هنا في الجزء ده بيشرح بيشرح السر بيشرح ليه ليه رحمت ليه تفاضلت نعمة ربنا جدا علي انا ما استهلش انا ما استهلش انا كنت مجدفا لاني جدفت على الاسم الحسن على يسوع المسيح وكنت مضطهدا واتهدت الكنيسة حتى قتلت القديسين والقيت بهم في السجن واضطريت بعضهم ان يجدفوا على الاسم الحسن وكنت مفتريا مفتريا ازاي ده ده المجدف والمطهد والمفتري ازاي ده تعمل معاه كده في وضح النهار والشمس في كبد السماء تشرق بنور لمعانه اكثر من لمعان الشمس تخيله في عدة صدور نور اقوى من الشمس ويسقطه على الارض وصوت يناديه لماذا تضطهدني صعب عليك ان ترفص مناخس ويرسل حنانية عشان خاطر يصليله وتسقط قشور من عينيه ويمتلئ من الروح القدس ويعتمد بالماء في يوم واحد يعتمد بالماء ويبصر ويعتمد بالروح القدس ويتحول متطهد الكنيسة الى رسول الامم بوليس بيشرح وبيقول لانه حسبني امينا الامانة الامانة صفة رئيسية في صفات الله الادبية او الاخلاقية نتكلم عن سبع صفات رأسها المحبة ومن المحبة بتنبع القداسة والرحمة والعدل والحكمة والحق والامانة والامانة معناها الثبات عدم التغيير فالامانة عند ربنا حاجة كبيرة جدا ولم نقرأ في العاد القديم كمية المرات اللي بيقول انه امين امين الرب صالح الى الابد رحمته الى دور فدور امانته من تسنية 32 الارتة اله امانة اله امانة لا جورة لا ظلمة فيه البتة اله امانة لا جورة فيه ليه حجبت واجهك عن شعبك في القديم ليه وقفت الورا وبصيت وسبتهم لاخيراتهم اللي اختروها لانفسهم الكلمات اللي احنا قريناها كلمات قاسية جدا لكنها حقيقية للغاية عملت كده مع شعبك ليه يا رب قال جيل متقلب اولاد لا امانة فيهم الامانة مفتاح مهم جدا في علاقتي بربنا ونشوف علاقته بكل الكلمات اللي قلناها دي بالمعرفة والقوة بالامان والمحبة هنرسم رسمة في الاخر تحط النقط على الحروف ومش عارف إذا كنت هقدر أكمل حديثي ولا هكمل يوم الأحد اللي جاي لكن الكتاب يتحدث عن الأمانة بشكل خاص في متى خمسة وعشرين واحد وعشرين بتكلم عن مثل الوزنات قال له كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير هم أول علاقة دي بيكلم إلى ملاك الكنيسة في رؤية اثنين عشرة بيقول كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة الأمانة ينبغي أن تدوم إذا فقدتها في النص بتفقد النتائج والكنوز التي تأتي من خلال الأمانة عايز أعرف الأمانة الكلمة دي واسعة قوي والكتاب استخدمها بمعاني كتيرة وكلها معاني بتعبر عن الأمانة تعبر عن الأمانة وإنت بتسمعني كده راجع نفسك في أمانتك الأمانة بالمعنى الأولاني عدم التغير عدم التغير بيقولهم كده لأنني أنا لا أتغير فأنتم يا بني يعقوب لم تفنوا لا أتغير إن كنا قوينا يبقى أمينا يعني يبقى أمينا لا يقدر أن يغير نفسه لا يقدر أن ينكر نفسه أنا كده ومش أنا بحبك وأفضل أحبك وعمري ما أتغير في محبتي لك عدم التغير وده الأرينافي تسنية إن الشعب ده متقلب متغير ساعة كده وساعة كدك الأمانة هو عدم التغير الأمانة هي إن لما بوعدك بوفي بالوعد السبات على العهد زي الجواز كده بنقول إيه في الجواز حكتين تحبها وتخلص وتكون أمينا لها يعني تحبها وتفضل تحبها مش تحبها النهاردة وشار العسل تحبها وبعد ذلك لما تكبر ومش عارف ما تحبهاش ولا لما مش عارف ما تجيبش ولا تجيب بنات ما تحبهاش ولا لما تعي ما تحبهاش يعني الأمانة هو أنك خط عهدا وأنت تحفظ هذا العهد هل الله إنسانا فيجزب أو ابن إنسان فيندم هل يقول ولا يفعل أو يعد ولا يفي الأمانة إنك تقول تفعل إنك تعد وتفعل وتوفي الوفاء عشان كده كلمة النزر في العهد القديم كانت كلمة مهمة أوي إن لييندر ندر ربنا لازم يعمله عشان كده كان لازم يخلي بالهم بيندروا إيه واحد ندر إنه لو ربنا نصره هيقدم أول واحد يقابله زبيحة للرب أول واحد قبله كان بنته ليه النزر في العهد القديم كان مهم أوي إنه ينظر نزرا ويوعد ربنا بوعد لازم يعمله فخلي بالك هتوعد ربنا بإيه لأن النزر وفق بيدليل على الأمانة الأمانة هي مهمة للدرجات أوي أوي هنشوف أوي أوي الأمانة معناها الإخلاص لويل عندي لويلتي عندي عندي وفاء لربنا عندي وفاء لعلتي عندي وفاء لكنيسة المسيح عندي إخلاص عارفين يعني واحد مخلص مش كده مش بي غش مش بيدحك علي مش بيخدعني مش بيخدعني مش بيدحك علي فالإخلاص دايما الوفاء مع الغير مع الغير الإخلاص في العلاقة الزوجية الإخلاص في العمل في الشغل الإخلاص الوفاء للآخر اللي أنا قطعت معه عهدا لكن الأمانة كمان جاءت بمعنى الدقة الدقة إن أنا دقيق فيما أفعل يعني بعمل الحاجة كما أقول by the book يعني أحيانا يعني أحب أساعد إيمان فبعرف أخسل فبخسل يعني الموعين والحاجات ديته كده أساعدها شوية عشان خاطر رحمة بيها وأقلل من العبء عليها فإحنا رجالة لما بنغسل أحيانا كثيرا بنلك يعني يعني يلا ها هو غسلنا ونحطنا في البتاع دوت يعني فنغسل بالمية كده شوية صابون قليلين ما ندعكش الغاية الآخر ما نشف بتاعت اللا فهمني يعني 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 مش بأمانة آآ يعني بكروت بكروت الأمانة معناها لما بعمل حاجة بعملها للآخر بعملها كما ينبغي أن يكون بعملها أحسن حاجة عندي بعملها باي ذا بوك زي ما هو مكتوب أنها ينبغي دي الأمانة دي الأمانة دي الأمانة مثل ثاني للأمانة أنه الأمانة معناها كما قلت من شوية الإخلاص والوفاء آية جميلة قوي في أمثال 11-18 أمثال 11-18 تقول عبارة جميلة قوي الحقيقة أمثال 11-18 الشغير الشغير يكسب أجرة غش والزارع البر أجرة أمانة أجرة أمانة أجره أمانة جزاؤه أمانة أمنت أمنت تجعل الناس تسق فيه أمنت على المدى الطويل ليس يحقق مكاسب سريعة لأنه ليس يغش في الميزان ليس يغش في المنتج يبقى وش الثبت كده تين مثل الفل ومن تحت كله مفعص ومعفن ليس يغش لا في الوزن ولا في الجودة ليس يضحك علي الغش بيخليني أكسد بسرعة الأمانة بتخليني على المدى البعيد أنا الرابح لما بولس أوصت الميزو تيموساوس وقال له اللي أنت تعلمت مني وتبعتني واستلمت مني من حقه معرفة أو دعه اقتمنه ناس حطه عند ناس في الناس دول قال صفاتين مهمين جدا فاكريني الآية دير أوضعوا أناس ومناء يكونوا أكفاء ديموساوس الثانية اثنين اثنين يكونوا أكفاء الكفاءة الوحدها ليس كفاية أن الولد عبقري الودة مميز البنت دي موهوبة الشاطر الشاطر الشاطارة مش معقولة الأمانة الأول ومناء الأول بعدين أكفاء لا تستطيع أن تثق فيه شخص مهما كانت مهارته وهو غير أمين صح؟ صحيح الأمانة الوحدها مش كفاية لازم الكفاء بس الأمانة قبل الكفاءة لأنه لو مش أمين كفاءته هتضرك أكتر من لو أمين وكفاءته نص ونص خسرتك أقل بكثير أو دعوا أناس أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا الأمانة الحقيقة لها ثلاث أبعاد بتبتدي أمانتي مع نفسي وهي أصعب واحد وأهم واحد اللي بتخليني أعرف أكون أمين فيما لله أمين مع ربنا ولو أنا أمين مع ربنا بطريقة تلقائية هكون أمين مع الناس مع شركة حياتي في شغلي في خدمتي لو أنا مش أمين مع نفسي صعب جدا أكون أمين مع ربنا أولاد لا أمانة فيهم هم ما عندهم أمانة مع نفسهم فهم أبدا أماناء معايا مش هيقدروا هو بيضحك على روحه وهو بيغش نفسه هو ما يقول ش الروح الحقيقة هو ما بيقفش نفسه هو حكته مع نفسه كلها لك ليكوهات بيفوت لروحه هيبقى أمين معايا إزاي لما هو بيغش نفسه هيبقى معايا مش غشاش إزاي وبالتالي مستحيل سيكون أمين للغير في زواجه في عمله في خدمته الأمانة تبدأ بأمانتي مع نفسي أمانتي مع نفسي وأنا أريد أن أتوقف هنا لكي نتعلم من هذه الحكاية من هذا المفتاح بتاع كل الرسالة وفهمي للجزء الرائع الذي كتب قولس الرسول هنا حسبني أمينا جعلني للخدمة برغم أني كنت مجدفا ومطهضا ومفتريا رحمت مع أني فعلت هذا بجهل في عدم إيمان حاجة لها لكي تلك المهمين جدا حالا أمانتي مع نفسي تحاسب روحك بصدق بتاخد نفسك وتروح قدام ربنا وتقول له اختبرني الله وأعرف قلبي متحني وأعرف أفكاري قل لي أنا بتحك على روحي في إيه قل لي أنا فهم إيه غلط قل لي أنا بعمل إيه مش عاجبك نحن سهل أولي يتحك على نفسنا ما الكل يبيعمل كده مدال عادي مدال معتاد أنت ما تفرجش على الإنستجرام ولا إيه أسيس ما تشوفش الإنستجرام أنت ما تشوفش تيك توك لعلاء يعني تفرج عادي 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 في إيه هو واقع المجتمع كده هي الناس كده هي الدنيا كده فيها إيه يعني إيه سيب موبايلي مرات يتبص عليه وتقرأ كل اللي جاه واللي راح ما إزاي يعني فين رجلتي وفين شهمتي وفين استقلاليتي وفين تبت خايف اللي تبص وتقرأ حاجات خاصة لو أنت مش أمين مع نفسك لو أنت سايب روحك بتتلون وقت كده ووقت كده وانت هنا حاجة وانت هنا حاجة هيتكتب عنك اللي قالوا هنا في تسنية أولاد لا أمانة فيهم الأمانة صفة جوايا مع نفسي مع نفسي مع نفسي وحنشوف الصفة دية إزاي أنقذت شاول الترسوسي وإزاي كانت هيا المفتاح في علاقته مع ربنا وفي علاقته مع الناس وخدمته وتأثيره والدور العظيم اللي لعبوه في تاريخ البشرية الأبدي مش الزمني خليني أخذ شاولة رسوسي مسألة واضح لأمنت مع نفسي بيقول أنا كنت أنا كنت مجدف لأنني جدفت على اسم يسوع ومضطهد لأنني اضطهدت الكنيسة وكنت مفتري في اضطهد مفتري قسوة وعنف وأجريشن ما أمنوش نزير إيه اللي خلاك عملت كده يا بولس الحكتين بجهل في عدم إيمان والاثنين مرتبطين لأن المعرفة تؤدي إلى الإيمان والجهل يؤدي إلى عدم الإيمان فالحكتين كان ممكن يضيعوني ويودوني في ستين دهية ويضمروا حياتي ويضمروا حياة الناس اللي حوالي الجهالة وعدم الإيمان اللي أنا عملته ده الافترى والاضطهاد بسبب الجهالة أنا اتعلمت وأنا بقرأ نموس موسى وأنا بتعلم عند الكتبة والفرسيين وأنا بصير فريسي يعني راديكالي يهودي حسب الأصول بالنسبة لتعليمهم أنه المرتد يقتل اللي يترك الإيمان بيهوة يقتل هو ده اللي أنا تعلمته فاليهود دول بتعقروا شليم اللي أمنوا بالمسيح وتركوا تعاليم موسى وتبعوا في رأيه هذا الناصري المضل يستحق القتل بس قبل ما أقتلهم بأعمل إيه بأخدهم الأول وانزل فيهم ضرب لغاية لما يجدفوا على اسم يسوع يجدفوا سيفهم ما يجدفوش على اسم يسوع أعمل فيهم أقتلهم بصوا أمنته اللي مرتبطة بجهلته وراجل أمين لما يؤمن به أنا اتعلمت كده أنا قرأت كده شرحولي كده فهموني كده أمنتي بعمى أؤمن به أني أعمله 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 كنت أمينا في جهلي فاتهدت كنيسة المسيح وألقيت بالمؤمنين في السجون واتررت بعضهم للتجديف وقتلت بعضهم ودفعتهم إلى الموت جهالة جهالة طيب أنت ما قررتش أشعية ما قررتش أشعية أن المسيح اللي جاي ده مش راكب على فرص وحيبقى ابن داود بمعنى يجلس على كرسي داود السياسي ويطرد الرومان ويزل الشعوب وتصير مملكة إسرائيل أعظم مملكة على الأرض أنت ما قررتش في أشعية أن ابن داود اللي جاي ده جي يفدي بدمه جاي يقدم نفسه ذبيحة أنت ما قررتش أشعية تلاتة وخمسين لا قررتها بس ده دا العبد المتألم يا سلام العبد المتألم دا يحمل خطايا العالم كله ويشفع في المزنبين ويحمل ألام البشرية كلها إذا دا العبد المتألم يا راجل هم قالوا لي كده جهالة تخليني وانا بقرأ الكتاب مش فهم والمسيح قال للكتب والفرسيين حفظت النموس تضلون إذ لا تعرفون الكتب دعنا الكتب دعنا اللي بنكتاب دعنا حفظت الشريعة تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله هلك شعبي لعدم المعرفة فعلته بجهل خلي بالك ده ممكن تبقى متدين جدا ورايح جاي من الكنيسة وتبقى عندك جهالة مش عارف الحق مش عارف مضمون الإنجيل مش عارف ربنا عايز ليك ايه فاكر عايز منك ايه هو عايز ليك ايه وتبقى مش عارف مين ربنا ومتصوره هذا الذي جالس على العرش وممسك بقضيب من حديد عشان يضرب ويعاقب ويؤدب العالم ما عندوش بلانا تانية غير بيضرب غير بي جهالة فعلته بجهل والجهل أدي لعدم الإيمان مش قادرة أصدق انه ممكن ده الناصري يكون ابن الله هم قالوا لنا كده انه لم يأتي من الجليل دبيا قط فازاي بقى هو دوت ما يجيش وبعدين قالوا لنا ان اللي يعمل اي حاجة صحة او غلط يوم السبت ده يبقى خاطي الراجل الأعمى قال له أخاطي هو لسته أعلم لكن انا ما سمعتش ابدا عن احد شفى أعمى منذ ولادتي فمش معقول يبقى خاطي مش معقول بصوا امانة نيقوديموس ذعبني قوديموس ليلا للمسيح وقال له نعلم انك من الله مع ان هو منfour وليس يقولوا عليا ده المجمع السينهدريم ده اللي يقولوا عليا ان ده خاطب قال له نعلم انك من الله ليه لان ليس احد يقدر ان يصنع هذه الأيات ان لم يكن الله معه حاجة واضحة جدا حاجة واضحة راجل صدق القول مع نفسيه قال مش معقول ما تجيش ما تجيش اللي بنقوله ده ما يدخلش عقل هذا تعصب هذا عدم أمانة أن هذا الرجل الجليلي الذي أتى من الناصرة طبعاً هو جاي من بيتلح ولكن هم فاكرينه جاي من الناصرة لابد أن يكون من الله لا أحد عمل ما هو عمل لا أحد قال ما هو قال لابد أن يكون من الله الجهالة تخليه لا يمكن أن يصدق كثير من الناس لا يمكن أن يصدق الله خالق الوجود يصير جسداً ويحل بيننا معقول يا رجمان تجاركو عاجب وهيولد في مزود مع البهايب وبعدين قال ايه يقضوا عليه ويصلبوه قال بعدم إيمان قلت مش معقول مش معقول مش معقول يكون ده المسايا المسايا عزينه بساس وبلايزر ويقتل الأشرار ويبيد الخطاء مش معقول ربنا يبقى محب للدرجات مش معقول ربنا يبقى متوابع للدرجات العلي لابد أن يكون متكبراً العظيم لازم يكون مرتفعاً وبعيداً عن الرعاع لكن هو يعيش فقير ويتألم ويموت مش معقول عشان كده القيامة مستحيلة لأنه مش معقول يكون ربنا لكن القيامة شاهد أنه كان هو بالحقيقة هذا ابن الله الآتي إلى العالم اللي أنا عملته بسبب جهلي وبسبب عدم إيماني ودول المصبطين اللي الناس بتعيش فيهم خطاء ومؤمنين الجهالة وعدم الإيمان مش قادر أصدق مش قادر أصدق مش قادر أصدق إنه قريب كده مش قادر أصدق مش قادر أصدق أنا مش قادر أصدق فمش قادر أختبر وأنا مش قادر أصدق لأنني عندي جهانة أنا مش عارف لأني مش فاهم لأني مش مدرك لأن ما فيش نعمة فتحة عيني لأراء الحق بوليس بيقول حاجة جميلة جداً هو رأى أمانتي مع نفسي وإخلاصي إن اللي يؤمن به بعيشه إن أنا بفعل ما يرضى الله بحسب ما أظن وياما ناس حوالينا كتير وإحنا شوفنا المناظر دي أيام الفاتف كتير أوي 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 بعضهم تعصباً وبعضهم إخلاصاً لسبب أمانتهم فيما يؤمنوا به قال هو رأى أمانتي فعمل إيه؟ فرحمته وتفاضلت نعمة ربنا جداً علي النعمة دي عملت لك إيه؟ الرحمة دي عملت لك إيه؟ ربنا رأى صدقك وأمانتك مع نفسك وإنك أنت اللي هتؤمن بيه هتعيشه واللي هتعرفه بصدق هتحياه وإنك أنت مش بتاع اللونين ومش بتاع لك لك وهات ومش بتاع نصف قلب أنت أمين فالنعمة غمرتني ورحمة الله رحمتني عملت لك إيه؟ عملت لك حاجتين خلي بالكم من اللي أقوله ده وبعني في الآخر حرس من الرسمة عملت لك حاجتين فتحت عناية لأعرف يسوع وقواني عشان أقدر أعيش وأخدم يسوع خلي بالكم من اللي حاجتين لو أنت بتدور على الحقيقة لو أنت عاستعرف الإله الحقيقي لو أنت بدور على الحق أياً كان خلفيتك أياً كان طيستك أياً كان ديانتك سمعيني؟ ياللي شايفيني سمعيني؟ أياً كنت إن كنت أميناً للبحث عن الحقيقة إن كنت أميناً أن تعرف الحق وأن تعرف الإله الحقيقي وأكد لك أن الله سيعلن له لك نفسه كما فعل مع شاول الترسوس أبرق نور أكثر من لمعاني الشمس واستقفه في الطريق وسقط على الأرض وندى شاول شاول لماذا تضطهد عملت كده معي ليه أنا شايف أمنتك بس شايف جهلك وأنا عارف أنك لو عرفتني الإله الحقيقي يسوع المسيح ابن الله زي ما اتهطني أنت ستنادي بي وزي ما اتهط المؤمنين أنت ستكون أكثر واحد يضطهد من أجلي سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي أنا عايزك تفكر للحظة كده الرجل ده مقرب جدا من رئيس الكهنة رايح داخل على رئيس الكهنة ده الرجل بقى اللي هو الفروت بتاع الرؤساء الكهنة والكتبة في الحرب ضد الناصريين دول وأتباع يسوع الناصري وبعدين طلع عينين المؤمنين في قرشاليم قال لك بعضهم هرب والرسالة وصلت دمشق فقال لك أروح دمشق وجرهم من هناك واجبهم وأعمل فيهم العمال يخش شخص كان يقوله الديني ورق الدين ويروح ختم له خود اللي انت عايزه ده انت الوقت بتاعنا تخيل بقى يروح وبعدين يلتقي بالمسيح وبعدين يؤمن بالمسيح وبعدين يعتمد للمسيح وبعدين يتعمد بالروح القدس وبعدين تاني يوم تاني يوم يروح داخل المجمع فين بقى في دمشق يعمل ايه يحقق انه بالحقيقة يسوع هو المسيح ابن الله الحي اليهود اليهود في دمشق خرروا يعملوا في ايه يقتلوه التلاميذ هربوه في سلة في زنبيل ونزلوه من على الصور ما تطلعش من الباب لان الوالي الحارس الوالي بتاع المدينة اسمه الحارس كان يحرص الابواب عشان ما يهربش الراجل دوت اللي جايه مفروض يتغذي المسيحين وبينادي بالمسيح ده اللخبطة دي هتعملوا النايف في دماغنا دخلوا بقى هو يرجع قرشاليم للرؤساء اللي كان اللي هو انا بقيت مسيحي بس كان امينا ولما عرف الحق شهد للحق واعلن الحق ولم يتوارى أبداً أن يعلن أن يسوع بالحقيقة هو ابن الله مخلص العالم الذي جاء ليخلص الخطاء الذين أولهم لهذا رحمك ليظهر الله في كل نعمة للعاتدين أن يارثوا الخلاص أمين حسبني أمينا بوليس كان ممكن تحتفظ بإيمانك لنفسك بعد الإيمان وتراحت قولهم يعني ملقتش مؤمنين كتار وبعدين هم خلاص يعني بقوا حلوين وتعيش إيمانك في السر الأمنت لذلك تكلمت دي الأمانة اللي بتؤمن بيه بتقوله اللي بتؤمن بيه تعيشه دي اللويلتي دي الوفاء أنا للمسيح أنا ليه الحياة هي المسيح مسيح حياتي أنا مش عايش بوليس ولا شاول ما كان لربحاً هذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة أحسب كل أشياء خسارة من أجل فضل معرفة المسيح الذي من أجلية خسرته كل الأشياء وأنا أحسبه عن فاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه حسبني أميماً مش بس أعلني الحق لأن النعمة مش بس بتعلن الحق مش بس بتنور عيني الكتاب بيقول في القصة إن الناس اللي كانوا مسافرين معاه البوديجاردز واللي رايحين عشان يربطوا الناس معاه ويقتادوا المؤمنين الكفر باسم يسوع المسيح هما نفسهم شافوا النور هما ما سمعوش الصوت خلي بالكم قصتين تبدوا مختلفين لكن هي مش مختلفين هما رأوا النور ما رأوش الشخص سمعوا الصوت صوت بولس ما سمعوش صوت الذي كلمني خلي بالكم من الحكاية دي بتباني القصة إنها غير بعضها هي مش غير بعضها هما شافوا النور وكلهم ويعوا على الأرض المسيح ظهر له هو شخصياً فوسة النور فهو الوحيد الذي شاف المسيح والمسيح يكلمه شاول شاول لماذا تتطهد؟ هم مسمعوش المسيح هو شاف المسيح وسمع المسيح بس سمعوه هو بيرد على المسيح لما قال له من أنت يا سيد؟ قال له أنا يسوع الذي أنت تتطهده ماذا تريد مني أنا؟ سمعوا صوت بولس لشافوا المسيح ولا سمعوا للمسيح قاله شافوا النور وسمعوا بولس شاول بيكلم حد مبوض جوه النور كم واحد منهم آمن؟ ما أنا أرى كم منهم واحد بقى رسول يسوع المسيح كم منهم راح لحنانيا واعتمد؟ ولا حد بولس اعتمد لواحد فيه ناس بتشوف بس مش بتؤمن لأنه ليس لديه أمانة لأنه خائفة من التمن حسبني أمينا إذ قواني حلوة عبد الحجال يعني هو مش شاف القوة في بولس لا لا مو إنسان ضعيف غلبان بغلبان قوي بغلبان قوي 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 بولس لكن أمنت وخلت ربنا يستأمنوا على القوة يديه له القوة ادالوا نعمة المعرفة بيقول من فرط الإعلانات وعطيتها شوكة في الجسد مش بس يومها لا 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 ده مرة بيقولك دقا في الجسد أما خارج الجسد انت خدت للسماء التالتة ورجاء كده يعني كده على الماشي في الأمانة تجعل نعمة الله تعطيك الإعلان والفهم الحقيقي عن الله وعن نفسك وعن طرقه وخلي بالك دايما المعرفة مرتبطة بتالي الحاجات دول وقواني وداني القوة القوة إني أعيش اللي مؤمن بيه القوة إني أحب أحبه وأحب الناس وأحب أهلي اللي بيتطهدوني اليهود اللي كانوا ورايا ورايا في كل حتة وأرادوا أن يمذقونني قربا ويصلي من أجلهم يقول تلبطي من أجل إسرائيل هي للخلاص إخوتي أنسباي وإني مستعدة أكون محروم من المسيح من أجلهم مش معقول الحب ده أيوة دي قوة ونعمة من ربنا قواني الأمانة بتقودك للنعمة والنعمة بتديك حكتين المعرفة الحقيقية عن الله وعن طرقه وعن دعوته لحياتك وبتديك القدرة أنك تعيش الحياة دي وتحقق الدعوة دي لمجد الله بقدر أمانتك بقدر الإعلان والمعرفة وبقدر أمانتك بقدر القوة والمعونة الإلهية لتعيش الحياة عشان كده عمري ما حقدر أفتخر أفتخر بإني كنت صادق مع نفسي أنا متحكش أروحي بس أنا مش حاجة ده أنا شرير ده أنا عملت عميل ده أنا أستاهل مش نرجو هنم ده أنا أستاهل أسحق صحقا ده أنا مفتاري مفتاري فأنا مش بفتخر بأمانتي أنا كل أمانتي دي أني أنا كنت صادق مع نفسي وصرت صادق مع ربنا فصرت صادق مع الناس لسنا غشين كلمة الله كما أناس بنقول الحقيقة حتى لو نحس أعلانا من الحقيقة يا ما في الوعى ذكرت تقول حاجات كده من الكتاب وقد نستزعل منك تقول ايه ده ايه ده يا أسيس ما تقول لناشي الكلام الصعب ده طب طب علينا احنا مش نقصين امات بقى وبتاع وانكر الزات بلاش الحاجات دي بقى قول لنا ربنا حلو احنا حلوين وكل حاجة هتبقى حلوة والدنيا حلوة ولا هي حلوة ولا حاجة ولا غشين كلمة الله بل بإعلان الحق مادحين عنفسنا لدى ضمير كل إنسان مخلص بيدور على الحقيقة لأنه عايز يعيشها خليني أحط الرسمة ديت من فضلكم واختم بيها واختم بيها ده ملخص الجزء اللي أنا أريته داود لو أريدتني من تموساوس هتلاقوا المشهد ديت أشكر يسوع المسيح ربنا الذي قواني حسبني أمينا جعلني الخدمة أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا لكني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع الرسمة وفضلك أمنت جعلت الرحمة رحمت وتفاضلت النعمة جدا هذا العملاis هذا العمل الإلهي هذا العمل للإلهي عشان أعرف وكاواني المعرفة والقوة تجعلني ألتقي بالمسيح يسوع تجعلني أعرف يسوع وقوة يسوع ودعوة يسوع والحياة مع يسوع وأعرف يسوع هي دي المعارفة الحقيقية يسوع في المسيح في حاجتين مهمين جدا الإيمان والمحبة الإيمان والمحبة الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع فهو مصدر الإيمان لأن إيماني به وهو رئيس الإيمان ومكلمه وهو مصدر المحبة الذي أحبني وأسلم نفسه من أجله بيخليني أحب فالإيمان والمحبة موجودين في المسيح يسوع والنعمة والرحمة بتخليني أراه أعرفه وبتديني القوة عشان أعيش الإمام والمحبة التي في المسيح يسوعه ده ملخص الرحلة ده ملخص الرحلة يعني أنا لو ما عنديش الإعلان والمعرفة الحقيقية عن الله وعن دعوته الحياة وعن قصده الحياة يبقى المشكلة هي عدم أمانتك لو أنا ما عنديش القوة الحقيقية من الله عشان أخدمه وأؤثر في المجتمع وأصنع وأحقق دعوته في حياتي يبقى المشكلة هي أمانتك حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة قواني وجعلني للخدمة خلي بالك أنا موهوب أنا صوتي جميل أنا بوعظ وعظ مش عارف إيه إنتوا ليه ما مش بتدوني فرصة إحنا ما بنديش حد فرصة اللي بيجعلني للخدمة اللي بيستخدمني لمجد الله هو المسيح لما بيرى إيه شطرتي لما بيرى أمانتي كنت أمينا في القليل أنا أديتك مسؤولية صغيرة وديتك موهبة صغيرة وأنت كنت أمين على الموهبة دي بدل ما تستخدمها الروحك استخدمتها لي وبدل ما تعملها بشطرتك استخدمتها بقوتي فالخدمة دي بوركت جدا أعمل إيه أنا ربنا أعمل إيه أنا ربنا أديك أديك موهبة وأديك إيه وأديك مسؤولية أنا أديتك موهبة صغيرة وأديتك مسؤولية صغيرة على أنت احتقرتها وده لا لا أنا معلمش اللعب وصبني أميناً قواني جعلني للخدمة وكنت أمين أني أول ما أمنت انزلت وناديت بالمسيح كانوا يقولوني هربت وراح للعربية ثلاث سنين يدرس ويتعلم ورجع وابتدى يشارك وينادي بالمسيح وبعد انتخذ الإنتاكيا ومن انتاكيا ابتدى يشارك ويعلم وانضم جامعاً غفير وبعد ربنا نقاه وبرنابة عشان يذهب للإرسالية العظمى إلى آسيا وإلى أوروبا ويحمل الإنجيل ويكتب أكثر من نصف العهد الجديد الذي بايد أهد لنا اشمعنا؟ حسبني أميناً ربنا هو اللي بيعلن لك من الكتاب الحق ربنا هو اللي بيوريك جماله ومجده هنا ربنا هو اللي بيطرق ليك في الأحلام والرؤى أمنتك في بحثك عن الحق لاكتشاف الله يسوع المسيح والمحبة والإيمان التي في يسوع المسيح ستعنلك واحتياجك للقدرة والإمكانية أنك تعيش وتخدم وتؤثر وتأتي بالناس للمسيح متاحة لو أنت أميناً نوفي صار نوفي صار لو ربنا بص عليك النهاردة بص عليك يعتبرك من الأمناء من أبناء الأمانة الإخلاص الوفاء إخلاصك مع نفسك إخلاصك مع الناس اللي حولك أو تضحك على نفسك أو تتغير أو تنكس الوعات والعهد أو تغش نفسك والناس أو أنت لا أعرف أنت أريد ما الذي أنت مؤمن به عيشه الذي أنت مصدقه عيشه مصدق أن المسيح مات لأجلك وقام وأن حياتك ملك ليه؟ اللي هو الدهولة خطه لنفسك عشان يمجدك ولا استخدمته للمجد المسيح اللي اتمنك عليه مجدت به يسوع فقدر يديك أكتر حسبني أميناً أرجوك النهاردة فرصتك أمام الكلمات دي إنك تراجع نفسك كل اللي عايزه منك النهاردة أنك تكون أمين النعمة ستغمرك الرحمة ستصدرك المعونة الإلهية ستأتي إليك سيعطيك النور والقوة سيعطيك المعرفة والقدرة لتعيش وتمجد الله في حياتك حسبني أميناً إذ جعلني للخدمة نعملينا النهاردة ونحن نتناول من مائدتك يا عرب امتحنا وعرف قلوبنا امتحنا وانظر أفكارنا وانظر إن كان فينا يا عرب عدم أمانة عدم أمانة عدم وفاق وإخلاص وليلتي عدم تطقيق عدم استخدام حقيقي للي وهابت إلينا واللي اتمنتنا عليه رغبتنا أن نأخذ بأنفسنا مش أن نعطي لمجدك تحنا النهاردة أمام كلمتك المقدسة وأمام مائدتك الحية والمحية لندخل في عهد معك أنت إله أمانة لا جورة فيك كنت أمينا معنا كل الأيام لم تتغير نحن كمان عايزين نكون أمناء معك كأشخاص وككنيزة نعيش عشانك بكل قلوبنا واللي دوتهولنا نستخدمه لمجدك مش لمجدنا ونشهد عنك مش عن أنفسنا موسيقى 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 أنا عايز أكون دايماً في حضورة زي الأصحاب بكلمة أنا عايز أعيش دايماً في نارة وتلاقي قلبي دايماً آمين ويقلبي يكون على حسب البال ويعينك تشوف قلبي همين للآباء ويقلبي يكون على حسب البال ويعينك تشوف قلبي همين للآباء ويكون اللي ساخي البالي وقتي هو إنتا ويكون اللي ساخي البالي وقتي هو إنتا ويعينك تشوف قلبي همين للآباء ويكون اللي ساخي البالي كله من نعم الماسقة يسوعي حبيبي كل ما لي يا كل ما لي يا يسوعي حبيبي كل ما لي يا كل ما لي يا يسوعي حبيبي كل ما لي يا كل ما لي يا اشتركوا في القناة